اشتركوا في القناة وأن القيام بسمع لي معناها أن المسيح ما تصلابش أو ما ماتش لكن لا مش معناها طبعا كده خالص نسمع أو نقرأ رأي القديس أثانسس الرسولي في الرسالة الأريوسيين شرح الآيات كلها عسرة الفهم زي أبي أعظم مني إله إله إلي ماذا تركتني وآيات كتير جدا فمن ضمنها الآية دي شرحها بطريقة بسيطة جدا وجميلة جدا توضح لنا المعنى الصحيح هنا القديس أثانسس الرسولي بيقول أن المسيح له المجد في تجسده كان بيمثل البشرية كلها بيمثلنا كلنا وكان حامل يعني كان زي ما قال كده تعبير جميل كان يحملنا في جسده الخاص يعني كان بيتكلم باسم البشرية كلها فالبشرية كلها كانت طبيعية رايحة فين بدون الصليب والخلاص وبدون الإيامة البشرية دي كلها قلقت رايحة الهلاك هو ده مقصود به الموت فالمسيح له المجد ما كان بيصلي بستانجة الثماني كان بيصلي من أجل نجاة البشرية كلها من الهلاك هو حامل الجسد ده فاكتاز به الصليب وبعد الصليب فيه الإيامة ادي معنى سمع له من أجل تقوى ومعنى كده أنه ما ماتش معناها ما تسلطش الموت عليه هو مات فعلا بنسوته بالجسد لكن على طول قام من بين الأموات في اليوم الثالث فكده رجع للبشرية كلها الخلاخة لكل أبرار من الجحيم للفردوس وأنقذ البشرية كلها من الهلاك ده معنى أنه هو كان بيصرخ وكان بيبكي في بستانجة الثماني لأجل نجاة البشرية من الهلاك وأن الصليب يبقى بعديه على طول القيامة فكده إحنا حياتنا تبقى لها في الآخر الخلاص والنجاة من الهلاك الأبدي فعشان كده يقول الذي في أيام جسده قدمه بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت يخلصه من الموت يعني يخلص البشرية من الموت الأبدي من الهلاك الأبدي سمع له ده معناها القيامة أن الإنسان اكتاز الموت المسيح له المجد لما شال يعني بشريتنا كلها اكتاز الموت للقيامة فعبر بالبشرية كلها للفردوس زي ما قال الله السلامين اليوم تكون معي في الفردوس أدي معنى سمع له من أجل تقواه مقصود بيها القيامة لإلهنا كل مجد وكرمه لأبد أمين ترجمة نانسي قنقر